بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مباراة نجمها الاول على جمال حارس مرمى نادي النجم الرياضي السحلي في غياب البلبولي يعني اللي تخاف منه ما تلاقيش حسن منه. غياب البلبولي منقذ النجم الرياضي السحلي في اول مباراة لي قدام شباب بلوزداد اللي انقذ درب الجزاء في ديئة بلوس تسعين وخلى البطولة لسه في الملعب وما ضيعش منهم نقط يظهر النهاردة بديله ويتقلق وكأنه مانويل نويير كأنه ديفيد داخية كأنه لعب او كأنه حارس من الحراس العظماء كان بيلعب الترجي في الشوت التاني تقريبا لوحده وعشان الاثارة تكمل وعشان الاثارة تكمل النهاردة والغاية من لحظات الشباب بلوزداد كان بيلعب الفرقة بتاعة جالاكسي البوتسواني وكان متقدم واحد سفر ثم في ديئة 82 بيتعادل الفريل البوتسواني ولكن خيريدين مرزوقي بيسجل هدفه التاني في اللقاء في الدقيقة 94 عشان يولع المجموعة تاني ويفضل الترجي في صدارة المجموع متساويا في النقاط مع شباب بلوزداد ويأتي بعده النجم الرياضي السحلي بتلات نقاط من تلات مباريات ثم جالاكسي البوتسواني بنقطة واحدة معكم محمد عطيتو برنامج كابيتانو نتكلم معاكم عن مباراة الترجي والنجم الرياضي السحلي اعملي لايك وسبسكراف في القناة عشان نشوف الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن دوري ابطال افريقيا اول باول وتعالوا اكلمكم عن تشكيلة رادلش عايدي اللي ابتدى بها اللقاء النهاردة اولا قبل ما ابتدي الكلام عن التشكيل النهاردة تزين ملعب رادلش بجمهور الترجي تاني والله بعودة يعني والله بعودة حرفيا المطش الشكله حلو شكله حلو وصوته حلو والآهل اللي بتطلع مع كل كورة حلوة الجمهور روح المدرجات بين شريفية في حراسة المرمى على الشمال بنحميدة وعلى اليمين مشموم اتنين في قلب الدفاع التوجاي وهانعمامه قدامه في نص الملعب شعلاليو بالرمضان وعرفاه وإيه ولا ولا وبو كرين ومهاجم الفريق هو كينجزلي ايدو شهد اولاني نموزاجي للنجم الرياضي السحلي نموزاجي للنجم الرياضي السحلي بتيجي تقولي نموزاجي ليه اقولك انه انا كان نازل يعرف هو عايز ايه انه عايز ان المباراة دي انا مش عايز يخسر وده السيستيمه مش بس بالشهد الأولاني لا ده في المباراة عموما لكن ساعده في ده الشهد الأولاني اللي تدرج ان انت تلاقي خط الدفاع بينه وبين خط النص فدان مساحة تجري فيها وتعمل اللي انت عايزه ثم المسافة اللي بين خط الوسط وخط الهجوم فدان اكبر من الفدان اللي ورا تعمل فيها اللي انت عايزه كنجم رياضي سحلي ده بيسهل على الخصم تماما تماما انه يعمل اللي هو عايزه قل لي مين الاخطر في الشيط الاولان هقولك ان الترجم يمتلك الكورة اكثر لكن الخطورة كانت بالنسبة لي انا كانت مع كل كورة فيلمسها كل بالي عليها نعمامه بينه وبينكم غياب عبد القادر بدران مؤثر بشكل كبير جدا بعيدا عن القيمة والقامة والامكانيات الفنية هو بيوازي نفس تأثير غياب فيرجيل فاندايك في ليفربول القيمة بس قيمة ده في فرقته وقيمة ده في فرقته خط الدفاع الفريق الترجوي في حالة يرثى لها خصوصا لما تيجي تتكلم معي عن العيب زي كل بالي ده كان عزه في الاهلي يعني عز كل بالي ده لما كان في الاهلي من بعدها مستوى في انخفاض ده مش اللاعب المفهوض اللي يرعبني وانا بتفرج على مبارزة دي كان بيلف بها نعم مبارحته واختر فرصة في شوت الاولاني قبل كورة الفاول والعرضة اللي حطها بين رمضان كانت من نصيب كل بالي شبه انفراد شبه لا مش شبه هو انفراد انفراد وحطها في ايد بن شريفية كأن كل بالي ما صدقش نفسه انه في الحتة دي انفراد بالشكل ده ويضيع صدقني ان الكورة دي لو كانت دخلت كانت مش عارف اقول لك ايه لك انها كانت هتسبب ضغط كبير جدا على لعبة الترجي والجمهور اللي بيشجق كان يبدأ يزع وده ما كانش في صالح الترجي خالص لكن تيجي تكلمني عن شوت الاولاني اقول لك انه كان نموزاجي نموزاجي للنجب الرد السحلي باستثناء فرصة محمد علي بالرمضان اللي حطها في العرضة وردت اهي منهاش مزاج تدخل يعني الكورة منهاش مزاج تدخل الكورة تغبط في الايم لو عازت تدخل كانت دخلت من غير ما تغبط في الايم يعني لو عاوزت يبقى رخمة وما عندهاش دم ودمها تقيل تغبط في العرضة وتدخل رفضت حتى بعد ما خبطت في العرضة وردت عدت من بين 3 لعيبة ومش عاوزة تدخل حتى السكن بول راحت للعيب من الترجي شهرت هتطلع بره هي منهاش مزاج تدخل ليه؟ ليه؟ لانك مدتش الكورة حقها فمش هتديك حقك ده في الشوت الاولاد الشوت التاني اكتساح وان وي هي مباراة باتجاه واحد سهم رأسه ومرمى عالج مال والباقي كله في اتجاه الترجي ناحية التانية الترجي امتلك الكورة طولا وعرضا وصل للمرمى كتير وكان زي ما بيقول لك نجم المباراة الاول مع جمهور الترجي هو عالج مال شهل كتير مع تغييرها اللي عملها راجد الرد الجعادي بنزول الميموني اللي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه لازم ياخد فرصة لازم ياخد فرصة في غياب اللعيبة اللي بتدي الامكانية الهجومية للترجي لازم ياخد الميموني ياخد فرصة نزل الميموني مكان اي ولا وخرج العرفاوي ونزل ناسين بنخليفة تغييرها بالنسبة لي غريبة طبعا بعيدا عن الكورة في دقيقة تسعين اللي تلعبت ناسين من خليفة انا ما عرفش هو عمل ايه يعني ما عرفش لم راسه خايف مش عاوز يلتحم هو اللي انا متأكد منه انه زيره ثقة انه زيره ثقة معدوم الثقة بينه وبين جمهور الترجي ولكن في حاجة عزا اقولها والله ما عرفش جمهور الترجي اقدر مني بيها لكن طه يا سيلي خنيسي بربع فورميتو احسن من من خليفة في الطوب فورم يعني من ساعة من ساعة مواصل الترجي ده 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 فوجة نظري انا لما تيجي تكلمني على الشوت التاني ولا المباراة كلها عموما وبكلمك في نسبة الاستحواز للترجي 68% مقابل 32 20 تزديدة للترجي مقابل 6 الركنيات 8 مقابل 3 ده حتى الفوز بالكرات الهوائية فيها 17 للترجي مقابل 12 للنجم الريد الساحلي انا بكلمك ان حتى الاحصائيات معايك الارقام كلها معايك الجمهور في صفك كل حاجة كل حاجة ما كانش نقصة غير ان يكون عندك سترايكر انت محتاج مهاجم معضلة ومشكلة كبيرة جدا 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 في فرقة الترجي خلي بالك ان مشاكلك الهجومية هتظهر قدام هتظهر بشكل كبير لما تلاعب فرقة اللي عندها الهجوم بتاحها قلب كتير من كده خلي بالك انت لعبت في البطولة ثلاث مباراة اول ومع جالاكس البوتسواني فرقة على قدها وتقدر تكسيمها بسهولة ودل لحصة اللي وكسبتهم مربعة صفر ثم تلاقي نفسك بتلاعب شباب له ازداد والفرقة ما كانتش بتحجمك الهجوم اللي هو يعني ما كانوش مرعبين هجوميا ثم بتلاعب النجم الرئيس استحلي في ملعبك وهو جاي عاوز يتعادل لكن انت بعد كده لما تيجي تلاقي نفسك بتلاعب الاهلي تلاقي نفسك بتلاقي نفسك هتلاقي نفسك بتلاقي نفسك بتلاقي نفسك بتلاقي نفسك بتلاقي نفسك فرقة عندها حلول هجومية كتير المشاكل اللي في خط دهرة كتزهر اسمع كلامي فباقصى سرعة اتصرفه معرفش تتصرفه تعمله اي مش عارف بس عبد القادر بضران لازم يرجع بأي شكل من الاشكال ومباراة زي دي يا صديقي لما يبقى عندك فرقة زي النجم السحلي وقفة تستنى اللعب ووقفة النتيجة فيها جون بالبلد كده وقف مستني ييجي فيه جون لما يبقاش الياس شتي اللي ينزل دلوقتي مكان بن حميدة هجوميا ممتاز عرضياته ممتازة بيوصل لغات الخط وكرسياته مزبوطة بن حميدة اقوض في عين بين الياس شتي لكن لما ينزلش الياس شتي ويبقى هو عنصر في الحتة ناحية الشمال دي ويبقى مصدر خطورة كبير زي ما هو الناحية التانية مشموم بيعمل اللي يقدر عليه واغلب الركنيات كانت من الناحية دي لكن برضو لما يبقى عندك اللعب من على الأجنحة من على الناحيين افضل بكتير الترجي في احتياج كبير جدا لوجود حمد الهوني لازم حمد الهوني يبدأ يرجع تاني ويتحط في الفرق ومش بس كمان حمد الهوني انت كمان محتاج اي حد عنصر خبرة في الحياة تالي قدام زي انيس البدري ليه ما يحاولش انيس البدري يرجع يعني اولا ما بقيت عن انه يرجع لفرميتو هو محتاج يرجع للذاكرة يعني يرجع لفكرة انه لعب كويس ومؤثر وكبير ده هيساعم بشكل كبير ان الترجي ممكن يرجع لقدراته الهجومية لكن انت برضو في الاول في الاخرة الناس اللي بتتهم امراض الاجعادي بانه ما عندوش طريقة لعب او ان طريقة لعب الترجم عام مش واضحة او ان النتائج او الاداء مزبزب الى حد ما ما تخليك مكان الراجل اللحظات لما انت تلاقي دكة الاحتواط بتاعتك او البودلاء او البنك زي ما انتو بتقوله اكبر اسم مهجوم عليه هو الميموني لسه شاب صغير فانت بتتكلم ما فيش فرقة كبيرة جماعة بتدخل بتاخد بطولات الا لو كان عندها بديل استراتيجي قوي مش هقولك على نفس جودة الاساسي لكن على اقل تبقى المسافة قريبة مش الجاة بيبقى واسع وكبير او كده في الاول في الاخر المجموعة لسه في الملعب والترجم عنده المباراة اللي جاية قدام النهج من راد السحلي برضو الكلاسيكو وشباب لوسدال هيلعب جالاكسي في الجزائر بالنسبة كبيرة جالاكسي هيكون مهزوم من شباب لوسداد ويصبح شباب لوسداد ساعتها 8 نقاط 8 نقاط الترجم هيلعب نجم الرياد السحلي خمسة خمس نقاط ضد 3 نقاط في حالة فوز النجم الرياد السحلي سيصبح الترجم سالس للمجموعة وسيكون مطالب بالفوز بالمرايات الباقي على الاقل يعني عشان يبقى ضامن انه يتأهل لانك بتعرفش القصة وتبقى ماشي ازاي او على الاقل لازم يكسب شباب لوسداد او يعمل معانا نتجة اجابية يعني البطولة او المجموعة دي اتكركبت وشدت وانا اقل الكلام ده من البداية اقل ان البطولة دي او المجموعة دي هتحصن في اللقاه الاخير هتحصن في اللقاه الاخير الى ان يأتي هذا المعاهد الى ان يأتي هذا الوقت كان معاكم محمد عطيتو وكنت بتكلم معاكم عن المباراة الترجي والنجم الرياضي السحلي اللي انتهت بالتعادل السلبي في استاذ حمد العجربي في حضور اخيرا جماهير الترجي اللي عادت بعد رفع العقوبة عنها وانتهاءها وكانوا منورين الملعب النهاردة وفي نفس الوقت كنت بتفرج على مباراة الشباب اللي ازداد امام جالكسي اللي انتهت بفوز الشباب اللي ازداد بهدفين مقابل هدف وهدف الفوز تم تسجيله في الديقة 94 زي ما الكرة وقفت قدامهم ورفضت انها تنصفهم في المباراة الافتتاحية قدام النجم السحلي بدرب الجزاء في البلاس 90 الكرة اخيرا تنصفهم وتوقف معاهم بهدف في البلاس 90 قدام جالكسي بوتسواني ويتصدروا المجموعة بالتساوي مع التراج الرياضي التونسي اللي بخامس نقاط لكل منهم لو وصلت الاخر الفيديو ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتيات لو في اي حاجة انا قلتها غلط او اي معلومة انا قلتها بالشكل اللي غير صحيح تتصلحوا لي وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتيات ولو في حاجة عايزين نتكلم فيها في الفيديوهات اللي جاية هستنها منكم في الكومنتيات فا تنساش اللايك والسابسكراف في القناة والسلام لو هتعمل شير تبقى نورتين وشرفتيني كان معكم محمد عطيتو نورتوني شرفتوني شوفوا الشيكو على خير ان شاء الله في فيديوهات نجاة كتير السلام عليكم